صباح الخير اصدقائي من قناة مير بحييكم. النهاردة اصدقائي هنقدم كفتة جديدة. كفتة الفراغ بالبطاطس. ونضيف عليها حاجة جميلة جدا هتدي ناكها حلوة قوي. من خلال الفيديو هنعرف الوصفة والتوابل والحاجة اللي ضبطها قدت آآ طعم حلو جدا. آآ هيحبها الاطفال. وممكن نعملها في مناسبات برضو وفي العزام بتاعتنا. آآ ممكن اننا آآ ناخد جزء منها. ونحطها في التلاجة. وفي وقت لما يجي الضيوف آآ نطلحها نحمرها. انا طبعا مش هعمل كمية كلها. دي نص كيلو في صدور فراخ. وآآ طبعا الجمدة انا هسابها شوية لغاية مدفك. وعندي بطاطستين. انا هاخد آآ ربع الكيلو. يعني نص الكمية دي. وعليها بطاطس. آآ اتنين بطاطس. آآ هنسلقهم. وعندي شوية جدنا آآ شيدر. فهنخسل الفراخ الاول. هنقشر البطاطس اصدقائي ونسلقها في آآ ميا وملح. انا ميا. آآ وهنسقط فيها بطاطستين. ونحط بقى ملح كمان شوية كده. ونسلق آآ في حوالي نص ساعة هنلاقي البطاطس. او اقل هنلاقي البطاطس آآ استويت. هنحط شوية ملح اهو. نسيبها آآ تستوى. آآ حطينا في ميا آآ سخنة. الفراخ عشان نسلقها. طبعا ما غسلناها كويس. هنحط ورق اتنين حبهان. اتنين آآ مستيكة. زي ما نشايفين. وواحدة رونفل. هتدي آآ نكهة حلوة قوي للفراخ. مع الورق والرونفل والحبهان هنحط اصدقائي ارفة. وهنحط شوية فلفل. وملح. ونسيبهم بقى نغطيهم ونسيبهم يستوى. بسلق البطاطس. وهسلق الفراخ. هنبتدي نهرسها عشان نحط التوابل فيها. هي سخنة طبعا. احنا اصول يعني نسيبها تبرد شوية. بعد نصف ساعة اصدقائي انا عايزة واريكو السوا بتاع الفراخ. استوت. هنقطعها قطعة الصغيرة. هي طبعا سخنة. وهنسيبها تبرد بردة الفراخ. هنبتدي نحطها في الكبة او الخلاط. الماشين يعني تفرم آآ الفراخ. آآ فرمنا الفراخ. بعد ما قطعناها قطعة صغيرة. هنحطها بقى على البطاطس. ونهرسها مع البطاطس. لكن هنحط بقى شوية توابل. تدي نكهة وتدي حلاوة للصامر. ايه هم بقى التوابل. عمدنا كمون. لان احنا مستخدمين بطاطس عشان الانتفاق. وهنحط سبع بوهرات. بابريكا. ملح. فلفل. بصل بودر. وتوم بودر. آآ يعني هنزبط التابيلة بحيث ما تكونش ملحة. لان انا هحط شيدر. فا آآ تابيله بالدرجة اللي انتو بتحبوها. هنحط التوابل الأصدقائي. نقلب. ونبتدي نهرس كله مع بعضه. هنحط الجبنة شيدر. ونهرس برضو. هحط بقية الجبنة. ونقلب. اخد كده يا اصدقائي ونصباحها. ممكن ندخلها التلاجة عشان آآ يعني تمسك في بعضها. هنعمل كده الكفتة. اهي. اهي اصدقائي. نعمل كمان. اللي باقي لو فيه باقي. لان انتو ممكن تعمله اكتر من ربع آآ كيلو. فممكن ان انتو تحطوه في علبة. وفي اي وقت يجي آآ ضيوف او اي حد مش فاضي عنده شغل يجي يقوم مطلع الكفتة. يعني يقليها او يدخلها الفورن. هنعمل الكفتة اصدقائي ونجي لكم بقى عشان هنشوف القطوة اللي بعد كده. خلصنا الننا نتصبع الكفتة. ممكن ندخلها التلاجة تشمع نص ساعة. لكن انا هشتغل على طول. آآ بس نبتدي بقى نجهز لقطوة الننا نقليها على النار. طبعا هي اقتصادية جدا. الربع كيلو بس. رمى آآ عشرة كفتات كبار. آآ اتنين يكافوا فرض. فطبعا لما نعمل نص كيلو هيبقى آآ يعمل كمية كبيرة جدا من الكفتة. ممكن نخزنها وممكن آآ ناكل منها ونخزنها. هنجيب بيضة نقفشها كده ونقلبها. ونحط فيها شوية آآ فلفل كده. وشوية ملح. ونقلب. طبعا ما نكترش للملح ولا الفلفل لاننا ما حطين توابل في الكفتة. وجبنا بقصمات. هنبتدي ناخد بقى كده واحدة واحدة. هنحط دي كده في البيض. كده يا اصدقائي. وبعدين نحطه في البقصمات. ونروح نقلي بقى كل الكمية. هنعمل الكلام ده لكل آآ الكفتة. ونروح نقلي على آآ يعني على البوتجاز. ونحطها في الطبق زي كده. ممكن البقصمات يبقى سبايسي ده تبع رغبتكم. حاطينا زيت آآ في مقلاية. وعملنا نص آآ كمية آآ الكفتة اللي عندنا. يعني دي بالبقصمات والبيض. ودي لسه هخزنها في الفريزر. عشان في اي وقت. ممكن ان انا اعملها. هنحط بقى الكفتة. وكده. لما آآ تتقلق ونشوف آآ لون جميل. مش عارفة اقول لكم ايه آآ اصدقائي ريحتها قلب البيت. ريحتها تجنب. هنشوف بقى ونقلبها كده. هنشوف اللون الجميل للكفتة. الله. في قلب اصدقائي آآ هخزن الكفتة. اهي. حطها في الفريزر. ليوم تاني زي ما انتم شايفين كده. بنفس العدد خمسة. اه. كده حلوة جدا. ونغطيها. ونعينها في الفريزر. ازي كي خلصنا الكفتة. كفتة الفريخ بالبطاطس. بالجبنة. طحفة. طعمها. طحفة. حاولوا تجربوها. قدمتها بآآ رز اصفر. آآ حطيت على رز البسماتة. رسم علاقة آآ كركم. آآ عشان يلون كمان خد لون جميل جدا. وزوقته بالطماطم الشيري. قد ايه? شكله حلو خالص. ابتدوا اعملوا الكفتة دي. حلوة قوي. وإلى اللقاء. واتحياتي مع افكار جديدة. واصفات جديدة ومعلومات جديدة. وشكرا. وإلى اللقاء. لايك شير سابسكرايب. اصدقائي بمكونات اقتصادية جدا. ربع كيلو فرخة صدور فرخ وربع كيلو بطاطس يعني بسيطين كبار. عملنا كفتة. كمية كبيرة جدا. موسيقى